السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة لدينا الكثير من الأشياء سنتحدث عليها خصوصا العملات الـ NFT التي ارتفعت بشكل جماعي البارحة أقل العملة حققت أكثر من 30% هناك من تجاوزت 80% في صعودها البارحة بدأنا نلاحظ أن بعض العملات بدأت ترتفع بشكل جماعي وهذا أمر إيجابي عندما رأينا كل عملات الـ NFT بدون الستناء ارتفعت بشكل جيد البارحة يعني هناك عملات قادمة من أصناف أخرى كمثال عملات الـ DeFi سترتفع بشكل جماعي كذلك عملات الـ Blockchain سنحاول أن نتحدث على كل هذه الأمور كذلك العملة التي خلقت ضجة كبيرة عملة الـ Squid Game التي كان سعرها 3000$ وانخفضت لأسعار 0-01 العملة سببت خسائر كثيرة وكبيرة لبعض المستشمرين دائما نعطي رأينا بخصوص العملة السكام والعملات التي تأخذ أسماء مسلسلات أو أسماء فنانين أو أسماء بعض الأشياء التي تكون في الترند فسكويد جيم أول شيء أنا كمستشمر عندما أرى سكويد جيم هذا الاسم أخذ من المسلسل الذي أتار ضجة كبيرة المسلسل لعبة أخذوا اسم المسلسل ثم أنشأوا توكن لا يساوي أي شيء تم الترويج له في اليوتيوب لذلك دائما أحذركم من العملات السكام هذا أكبر مثال لعملة سكام من أسعار 3000 دولار العملة انخفضت لأسعار 005 يعني مثلا استشمرت 3000 دولار في هذه العملة البارحة الآن معك 0.005 والمشكل هو الترويج لهذه العملة الآن اليوتيوبر الأمريكي الذي روج لهذا المشروع أخذ المال من فريق هذا العملة من فريق مجهول موجود على المنصات المركزية كمثال بانكك سواب والدودو روج للعملة قال لهم شروا سكويد جيم عملة قوية ستنفجر كذا ستصل إلى كذا ها هو مرضود العملة السكام ها هي النتيجة أمامكم من 3000 دولار لأسعار الأصفار خسارة كبيرة أتمنى أن لا يكون أي شخص يتابع ساينسويب ستمر أو يريد الاستثمار في مثل هذه العملات كذلك هناك من سألني كثيرا على عملة فلوكي هل مشروع العملة قوي خصوصا أن العملة ترتفع لو نتحدث على مشروع العملة ليس هناك مشروع مجرد توكن على شبكة الأتريون سبب ارتفاع العملة هو تحدث إيلون ماسك والإشارة لهذه العملة فقط بحث في مشروع العملة ليس هناك أي مشروع ماذا يقولون أنهم يشغلون على البلوكتين ويريدون تطوير البلوكتين كمثال سيف مون كذلك هناك من يتأني كثيرا على عملة سيف مون هل فعلا هناك مشروع قوي عملة قوية السيف مون بحث فيها يريدون طرح البلوكتين الخاص بهم في خلال هذا الشهر أو الشهر القادم سيتم طرح البلوكتين الخاص بهم مثل هذه العملات التي يكون سيرها رخيص يكون لها مجتمع كبير كعملات مثلا شيبا لديها أكبر مجتمع حاليا هي عملة شيبا مجتمع كبير جدا تخيل معي هذه العملة أكثر يعني 1.6 مليون شخص وضع فاوري لهذه العملة يعني مهتم بعملة شيبا مجتمع كبير نرى سكويد جيم أكثر من 33 ألف شخص كان مهتما بسكويد جيم مهتم بهذه العملة فبخصوص الشيبا أعطيت رأيي بخصوص المشروع مشروع عادي جدا 5 على 10 أو أقل مشروع الشيبا ولكن هناك مجتمع والأمر الثاني بخصوص مجال العملة الرقمية صناع السوق لا يمكنه أن يعطوه كل شيء منطقي كل شيء 100% ضروري أن يقوم بعمل مراوغات لك مثلا إذا كنت تبحث في بلوكتين وتعلم المشاريع السكام والمشاريع القوية والمشاريع العادية سيرفعون لك العملات التي لديها مشروع عادي جدا بشكل كبير وستدخل سيولة كبيرة لكي يدخل لك أن تشك وتذهب وراء كل العملات التي سعرها رخيص والعملات التي تخرج جديدة ويكون لها ترويج تقول مثلا شيبا سعدت مثلا فلوكي سعدت هي الأخرى سأشري عملة أخرى خرجت سعرها رخيص وبها ترويج مثل ما حدث لسكويد جيم سكويد جيم الكل ذهب مع السعر الكل فكر في أن تفعل ما فعلته الشيبا وعملت العكس لذلك حاول أن تشغل بشكل منطقي أكمل طريقك مثلا إذا كنت تستشمر في المشاريع الجيدة وتعطيك المشاريع الجيدة أرباح لا تجازف بدخولك لمشاريع مجهولة بخصوص عملة شيبا لم يسبق لي أن استشمرت في العملة باتاتا ولو أنها ارتفعت لم أستشمر فيها باتاتا كل شخص وقناعته قناعتي وما بحث في العملة ولو أنها ارتفعت ارتفعت بسبب إيلون هذا أنتظر حتى يتحدث إيلون العملات التي استشمرنا فيها عديدة وكثيرة أكبرهم والتي أعطت أرباح كثيرة عملة ثالماتيك عملة زيليكا عملة كثيرة كثيرة كان أسعارها صفر صفران وصلت لأكثر من 2 دولار فونطوم كانت 3 أسفار عملة ثلوان سنحاول الحديث على أمور كثيرة خلال هذه الحلقة أتمنى فقط أن يكفينا الوقت بخصوص السوق نعود ونتحدث بخصوص فلوكي مشروع عادي جدا فقط لأن لديها مجتمع كبير والكل يريد أن يشاريها وترويج كبير العملة أما بخصوص المشروع مشروع عادي جدا جدا 5 على 10 أو أقل عملة فلوكي كذلك الشيبا مشروع عادي ولكن الفرق ما بالشيبا وفلوكي الشيبا لديها مجتمع كبير يعني وكأن هناك ثقة كبيرة من المستشمد لهذا المشروع يتيقون في المشروع ولو أن ليس هناك أي شيء حاليا على أرض الواقع بخصوص السيف مون يقولون أنهم سيقومون بطرح البلوكتين الخاص به مشروع لحدود هذه الساعة مشروع عادي جدا لذلك لا أريد أن أتحدث على بعض العملات الأخرى التي أراها في التعاريب كثيرة أبحث عليها أجد أن العملة لديها يوم واحد فقط وسعرها 0605 لماذا وضعت تلك العملة فقط لسعرها ولأنها ممكن أن تفعل ما فعلت شيبا هذا هو المشكلة الآن يريدون أن يدخلوا لك فكرة أي عملة رخيصة داخلت جديدة اشتريها ستفعل ما فعلته شيبا أو ما فعلته الضوك تصلنا على السوق ضروري أن يقوموا بعمل هذه المراوضات وبخصوص ذلك اليوتيوبر الأمريكي الآن هو متابع لترويجه لعملة تسببت بخسائر كثيرة للمستمرين وهذا نحاول دائما أن نتجنبه والحمد لله لم يصبق لنا أن تسببنا في خسارة المستمرين على العكس أنتم تعرفون كل هذه الأمور لا داعي لكي أدخل وأتحدث على الأرباح والخسائر وكم حققنا وكذا الآن سنتحدث على نظرة السوق السوق الآن أول شيء عندما تدخل لمنصة بايننس أرى عندما مثلا أرى عملة لوب برين مرتفعة عملة ساند عملة سوشي أول شيء ما هو مشروع هذه العملة أرى مثلا ست عملات مرتفعة بثلاثين بالمئة أو أربعين بالمئة يجب علي أن أربط أحداث الأحداث يجب علي أن أربطها مثلا عندما رأينا البارحة يعني تقبل يوما عملات الان اف تي كلها مرتفعة بدون السدنة ماذا فعلت عندما رأيت العملات الان اف تي بدأت ترتفع دخلت إلى عملة ان اف تي لم ترتفع بعد ولحقت بالآخرين وحققت ربح تقريبا أعطتني 20% بيت الآن بدأنا نرى عملات ديفاي ترتفع لوب برين عملة ديفاي تشغل الأتريوم تشغل منصات لا مركزية عملة سوشي الآن هي في ارتفاع عملة ديفاي عملة ريف كذلك عملة رون دايت اكس هناك بعض العملات الان اف تي لا زالت مرتفعة مثل الساند بوكس هذه عملات تشغل التكالي إصطناعي البولكا ستارتر هي الأخرى تشغل هي منصة مركزية ولكن تشغل لمشاريع الجديدة التي تطرح جديدة في البلوكتين أنا الخاص بالبول كا دوت يعني الفكرة التي أريد أن أوصي لها لك الآن حاول أن تدخل في الجماعة التي ارتفعت الآن بدأت ديفاي أدخل للديفاي أنف تي أدخل أنف تي رأيت عملات بلوكتين ترتفع أدخل لعملات بلوكتين العملات التلاصتيكية بدأت ترتفع أدخل لها العملات التي سئرها رخيص أدخل إليها ترتفع جماعة العملات التي يكون سعرها رخيص العملات التي تدول عليها فقط بالبيتكوين على منصة بايننس ترتفع هي الأخرى بشكل جماعي ضروري من هذه الملاحدات أنت تظهر لك هذه الملاحدات ليس لديها أي دور ولكن تعطيك أفضل وقت للدخول للسوق هذه الحركة كانت في بداية صعود البيتكوين عندما وصلنا تقريباً لـ 28 ألت 30 ألف دولار عندما كان الانتعاش القوي لسوق العملات الرقمية بخصوص رأي الشخصي حالياً بحالة السوق أرى أن هناك ستكون انتعاشة جيدة للسوق وستبقى هذه الانتعاشة من الممكن إلى حدود نهاية هذه السنة وفي نهاية هذه السنة إما سنرى ضامب قوي أو سيكون انفجار آخر للعملات الرقمية ستكون حركة قوية في نهاية هذه السنة لأن تقريباً كل نهاية السنة تكون حركة قوية في السوق غالباً والله أعلم سيكون ضامب قوي في السوق الآن عملات الديفاي بدأت ترتفع هناك عملات كثيرة تشغل الديفاي على البايننس بخصوص منصة الواحدة التي أشغل عليها منصة بايننس هناك من يسأل المواقع التي تستخدمها كل المواقع التي ستحتاجها ستجدها في الدسكريبشن أسفل الفيديو ما الذي أي سؤال أو أي فكرة ضعها لعنا في التعاليق لكي نتبادل الأفكار المهم هناك من يسألني على مشروع منافس للأتريون مشروع يكون فعلاً قوي نريد مشروع قوي قوي جداً المشاريع القوية أقرب وأكبر مشروع عملة الدوت من المشاريع القوية قوية جداً مشروع البولكا دوت خصوصاً أن الآن بدأت مشاريع تشغل الباراتشين الأتريون الآن هناك مشاريع يشتغلون يشتغلون السيدشين سكايلين والآن الدوت هي الأخرى شبكة كبيرة ولديها بعض المشاكل لذلك بدأت تشغل الباراتشين وبدأت الآن مشاريع تشغل الباراتشين للبولكا دوت المشروع الأقرب والمنافس هو الآخر للأتريون الأفالانش من المشاريع القوية يعني طب تري حالياً بالنسبة لي أتريون بدون ذكر البيتكون في عرشه الواحدة الأتريون دوت كذلك نضع الأتريون مع البيتكون نتحدث فقط على الدوت أفالانش أفاكس عفواً السولان أقوى هم أقوى الثلاث بالترتيب الدوت بولكا دوت مركز أول أفالانش مركز ثاني لماذا الدوت والأفالانش وإذا وضعنا الأفالانش ووضعنا الدوت سنجد تفوق للأفالانش على الدوت حالياً ولكن مجتمع البولكا دوت أكبر بكثير من الأفالانش أول أشياء يجب عليك أن تضع أولاً مشروع العملة بلوكتين الخاص بالعملة هل هو آمن سريع اقشطاعة قليلة هل هناك إقبال يعني هل هناك مجتمع كبير لهذا المشروع هل هناك سيولة الأتريون الآن كل العملة كل العملة لديها بلوكتين خاصة بها كمثال سولانا وان أي مشروع كما كان النوع بلوكتين حالياً إذا أراد السيولة يقوم بعمل بريج مع الأتريون هذه أكبر العملة سولانا ستقوم بعمل بريج مع الأتريون لتجلب السيولة زيليكا مؤخراً هي الأخرى قامت بعمل بريج مع الأتريون في ظرف أسبوع واحد أكثر من 120 مليون دولار فقط عندما قاموا بعمل بريج بدأت تدخل السيولة لزيليكا كذلك قامت بعمل بريج مع الأتريون ولو يكون بلوكتين خاص بالعملة قوي ضروري من بريج لجلب السيولة من الأتريون أغلب المستشملين يتقون في الأتريون وهناك سيولة كبيرة كبيرة الأتريون نحاول ما أمكن أن نتقاسم معكم كل المعلومات التي نبحث فيها ونضعها لكم بشكل كامل بدون أن نقتر عليكم الحلقات وأعتدر أعتدر كثيرا لا أرفع يوميا حلقة فقط بعض الظروف أعتدر لكم حتى عندما مثلا أريد أن أرفع حلقة أريد أن تكون بها الكثير 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 من المعلومات لا يمكنني أن أقوم بعمل حلقة وأقول لك معلومة واحدة أريد أن أعطيك الكثير من المعلومات وتشاهد الفيديو حتى الآخر ولكن بشرط واحد نريد لايكاتكم لأن اللايكات تساعد أولا الفيديو لكي يظهر لأشخاص جدد دخلوا لهذا المجال لكي لا يقعوا في بعض الأخطاء يشاهدون بعض الفيديوهات التي ممكن أن تجعلهم يستشمرون في عملة سكان فلايكاتكم تساعد المشاهدين الجدد أولا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم بخصوص حالة السوق حالة جيدة جيدة جدا العملة الآن التي نراها ترتفع عملة بدأت ترتفع ستكون انتعاش أكثر إن شاء الله للسوق ما عليكم سوى الصبر كما قلنا تقريبا ستبقى هذه الموجة الإيجابية والله أعلم تبقى فقط تقديرات إلى حدود نهاية هذه السنة ما لديه أي سؤال أو تساؤل يطرحه لنا في التعاليق بخصوص سكويد جيم عملة السكام رأيتم رأيتم النتيجة النتيجة النهائية للستثمار في عملة سكام فلوكي مشروع أقل 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 من العادي هناك الكثير الآن من يبحث على هذه العملة ولو أنها ارتفعت مشروع كل العملة الآن تقول لك أريد أن أتشغل بلوكتين سيفمون كذلك أقل من العادي يريد أن طرح البلوكتين الخاص بهم مشروع الشيبالي كي أكون واضحا معكم السبب وراء ارتفاع أتحدث عليه مثلا طوروا في بلوكتين أو لديهم تقنية أو لديهم شراكات فلانية لحدود هذه الساعة ليس هناك شيء غريب على المجال عملة فقط ممكن لأي شخص أن ينشئ خاص به المهم سننهي الحلقة هنا دمشوفي عيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته